اشتركوا في القناة ان يعرف هويتك يعني فضفض بمشاكلك في سرية تامة لا يمكن لأي شخص ان يعرف ذلك ولو حتى جهات حكومية لماذا؟ لان هذا التطبيق يا صديقي يقوم اولا لا توجد به هوية يعني لا يمكنك ان تشع بريفايل وتقوم باملائه باسمك فقط عن طريق رقمك الهاتفي يمكنك الشروع في استخدام الهاتف ويعني حتى شبكة يوز لا يعرفون الشخص يعرفون فقط رقمه الهاتفي هذا من جهة ومن جهة اخرى رقمك الهاتفي وخاص بك يعني لا يمكن لأي شخص اخر ان يعرف هذا الرقم الهاتفي ولا يمكن لأي جهة كيفما كانت ان تعرف اي شيء عنك عندنا شركة لأي شيء على هذا التطبيق فمثلا عند استخدام لهذا التطبيق يكفينا ان اولا في تسجيل ان نقوم بادخال رقمنا الهاتفي وهذا ما ساقوم بفعليه الان اذا مباشرة بعد التوصل بالكود نقوم بالنقل على اللو ثم بعد ذلك يمكن يا صديقي ان نظهر لائحة اصدقاء اصدقائنا في حالة اذا كان هناك اصدقاء يستخدمون كذلك تطبيق يوز فيمكننا كذلك ان نظهر منشوراتهم في سرية ما يعني لا يمكن ان تعرف من يتحدد في لائحة الاصدقاء فقط يعني يمكنك ان تضيف اصدقاء في حالة اذا كانوا يستخدمون تطبيق يوز يعني عندما ينشرون اي شيء لا يمكن أن تعرف هويتهم وهم كذلك عن طريق النقر على activate permission to contact ننقر على allow جميل لاحظوا معي أن في بعض من الأصدقائي يعني الموجودين على جهة الاتصال يستخدمون تطبيق يوز ولكن يعني موجود في رائحة الفرنز ولكن لا يمكن أن نعرف هويته شايد معي لا يمكن أن نعرف الهوية أين ما نقرت أين ما نقرت فلا يمكن أن تعرف هويته اللهم أنه هذا الشخص المجهول كتب هلو وهو موجود بالفعل على الجهة يعني جهات الاتصال عندي في الهاتف في يعني مكان أرقام الهاتفية مدام أنني سمحت للتطبيق بأن يستخدم يعني جهة أرقام الهاتفية الموجودة في الهاتف خاصة أخرى أنه يمكننا يا صديقي أن ننقر على nearby nearby يعني يمكن أن نظهر المنشورات فقط في المحيط القريب مني يعني فقط في مراكش فقط في المكان الذي أقطن به ولكن المهم كذلك أنني يمكن أن أختار من الأعلى أي دولة وأقوم بإظهار منشوراتها يا صديقي كما تشاهد فمثلا في السعودية العراق ومن بين الدول نجد كذلك المغرب فمثلا لو نقرت على المغرب هنا سأجد كثير من المغاربة ينشروا المنشورات في سرية تامة فمثلا لو نقرت على هذا المنشور لا يمكنني أن أعرف من كتب هذا المنشور لا يمكن فيمكنني يا صديقي إما أنني أعلق على هذا المنشور مثلا هلو عسى بالمثال أو يمكن كذلك أن أقوم بالتواصل مع هذا الشخص بشكل شخصي عن طريق النقر على هذه الأيقونة وأكتب مثلا أي شيء أود طبيعة الحال عندما أكتب لهذا الشخص أي شيء فهو لا يمكن أن يعرف هويتي كما لا يمكن أن يعرف هوية المعلقين يعني هي تجربة متبادلة هم لا يستطعون يعني المعلقين لا يستطعون معرفة هوية ناشر المنشور وناشر المنشور لا يمكن أن يعرف هوية المعلقين وبالتالي يا صديقي يعني فضفظ كنت تعاني من أي مشكلة عندك رأي أي شيء أنشره هنا يعني عبر يعني نعلم أن هناك الكثير من الإخوة يعني أنا يعني صراحة صراحة أنا شخصيا عندي الكثير مما أود أن أعبر عليه ولكن أخشى دائما من الآخر يا هذا بالنسبتي أنا شخصيا يعني صدق صدقوني القول يعني بالنسبتي إلي هذا التطبيق جميل أمكن أن أشارك أي شيء بداخلي أكتمه بداخلي وأقرأ تعليقات الناس بدون أن يعرفوا لا هويتي ولا أعرف هوية الآخرين هذه من النقطة نرجع جددا إلى القائمة سنجد كذلك بوبولر بوبولر هنا نجد أكثر المنشورات الشعبية وأكثر المنشورات تفاعلا فكما تشاهدون هنا في المغرب هناك الكثير من المنشورات التي يتفاعل معها الناس طبيعي الحال دائما أؤكد على مسألة الخصوصية طبيعي الحال يمكنك كذلك أن تشارك في هذا التطبيق عبر آرائك فقط عن طريق النقر على هذا الزر ثم بعد ذلك تختار اللو ويعني هنا يمكنك أن تشارك أي شيء تود طبيعي الحال في سرية تامة وهنا يمكنك أن تختار مع إن أردت فقط جهات الاتصال الموجودة في حسابك يعني فرينس هم أن يشاهدوا هذا المنشور أو بابلك يعني أي شخص يمكن أن يشاهد هذا التطبيق أو عفوا هذا المنشور وبطبيع الحال المنشورات كلها تتحكم في ألوانها من هذه القائمة يعني اختار أي لون ثم تختار كذلك نمط الخط ويمكنك كذلك إضافة صورة ما إن أحببت جميل جدا نعود إلى قائمة الأصدقاء مدام أنني تذكرت هذه المسألة فإذا أردت أن تربط كذلك أو توسع قاعدة أصدقائك فيمكنك يا صديقاء أن تنقر على بروفايل على هذه الأيقونة ثم تنقر هنا على إعدادات بعد ذلك يعني تنزل إلى الأسفل ويمكنك النخر على كونكت ويد فيسبوك وكونكت أفك تويتر يعني يمكنك هنا يا صديقاء أن تختار حساباتك الاجتماعي وتضيف المزيد من الأصدقاء إلى هذا التطبيق طبعا من خيارات الإعدادات هنا يمكنك التحكم لا منحط الإشعارات لا من طريقة كذلك استخدامك للتطبيق نعود مجددا الأصدقائي ونذهب إلى هذه الأيقونة يعني هذه الأيقونة هي أيقونة الشات وهنا يا صديقي يمكنك أن تدردش مع أي شخص يعني كمسانجر يعني نستطيع أن نشبهها بالمسانجر على الفيسبوك فإذا ما لاحظتم يعني في الأول قلت أنه يمكنك أن تتحدث وتدردش مع أي شخص مع ناشر منشور في سيريا التال أما عن طريق النقر على هذه الأيقونة بطبيعة الحال هنا يمكننا أن نكتب أي شيء Hello وبطبيعة الحال فعندما تدخل في دردشة مع أي فرض أو أي فرض يدخل معك في دردشة ففي هذه الأقيمة قائمة الأيقونات يمكنك أن تجد يا صديقي جميع من دردشت معهم على التطبيق إذن أعتقد يا أصدقائي أن مثل هذه التطبيقات نحن محتاجين إليها في دولنا العربية حيث تتيح لنا إمكانية أن نعبر عن جميع رأينا بدون خوف من الآخر ومن دون أخوف من أحكام الآخرين بل وكذلك يمكننا أن نشارك جميع أفكارنا السياسية والاجتماعية بدون أن نخشى من أن نعيش أي مضاقيقات من طرف الحكومات فأتمنى من سبيل قلب أن يعجبكم هذا التطبيق طبيعة حال التطبيق هو موجود ومتوفر بالنسبة للإخوة الذين يستخدمون الأندرويد كما للإخوة الذين يستخدمون الآيفون فقط يمكنكم التحميل عن طريق الروابط الموجودة ضمن هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بتعليقاتكم وعرائكم حول هذا التطبيق كيف وجدتم التطبيق ما هي أرائكم حوله ولا تحنونا من نقر على زر لايك وسبسكرايب إن أعجبت بموضوع درس اليوم إلى أن أرقاكم في فيديو قادم بإيد الله دمتم في أمل الله تحياتي أمير رغي مدونة المحترف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته